موسيقى السلام ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست أندي فون أديسي هذي أمنا ميزوني ونواصل معاكم في التاملوليني اللي بديتوا في بودكاست هذا واللي هو الأمومة وفي حلقة سابقة كنا حكينا على الرضاعة حبيت نكمل شوية في الموضوع هذيك ونزيد ونحكيه على حاجات أخرى بالتبيعة فما حاجة مهمة ياسر باش تتعلم الأم الجديدة الرضاعة كيفاش التقنيات شنو المشاكل اللي توجهها كي صغير معاش يحب يرضى كيف ما عندهاش برشا حليب شنو الحاجات اللي تشربها اللي تاكلها الحاجات هذي لكلها يقرب عليك اللي يقول لك راه ووحدة ووحدها تجيك كانك أم جديدة كانك تستنى في صغير وتحب تتعلم وإلا كانك مزلك يجبت صغير وتحب تعرف كيفاش ترضع بنتك ولا ولدك وكيفاش يكون عندك أحليب الوقت الكل حاجة هذو مالكول نجم تشاركهم وتسألهم لبكوت كميناتين الحاجة اللي باها في وقتنا نحنا اللي عنا فيسبوك وفرنسيبالما عنا كالكو جروب على فيسبوك اللي هما يسير فيهم نقاشات هذية فما دو جروب نحب نقول عليهم للمتابعات خاصة الأمة الجدد فما لابل دمامو نقوم فيسبوك للتوينس فما زادة آن اتر جروب اسمو الاتمون غيوسي رضاعة طبيعية ناجحة هذو ما اللي دو جروب بهين تلقى فيهم برش أسألة وبرش أجوبة والأجوبة تجي من أخصائيات في الرضاعة ايو سي تجي من قلب الحدث من أميت اللي تلقاها تقول لك عندي صغيري مزي العمر وجمعة جهر عشر أيام دونك من قلب الحدث يحكيوا كما في الميدان مثلا كما في الصحافة صحفية من قلب الحدث عنا أميت من قلب الحدث في الرضاعة شنو يحكيوك باش يتعدى وكيفيش أي سؤال ممكن يخطر لك في بالك وأنت تحذر ولا أنت في مشكلة في حاجة جديدة عليك في الرضاعة ماكش عارفك فيش تتعامل مع صغيرك ولا حاجة هذيك الكل تنجم تلقاله جواب وأجوبة وتجارب من أمهات أخرى حاجة أخرى حبيت نحكي عليها اللي هي تسألت عليها برشا في الفترة الأخرانية اللي هي أول ما تولد كيفيش بش تتصرف وخاصة اللي سميوها اكتئاب ما بعد الولادة والنفاس ولا قطوس النفاس ولا اللي هو برشا من اللي سألوني سألوني كيفيش صارت معناها أسك الولادة تكون سهلة ولا لي حد ما يقولك سهلة لكننا في جنرال عنا تندانس أن نرد كل شي رومانسي بطريقة رومانسية مثلا الولادة ولا الحبيلة حاجة تحفون طيارة أحسن إحساس ما فماش كيف ونتنسي والجانب الآخر كيف ما مثلا الوجاع كيف ما التعب كيف ما الكومبليكاسيون فماش كون يحكي عليهم فماش كون ما يحكيش عليهم لكن المرة هذي حابت نحكي نجاوب معناها ناس الكل في الحلقة هذية ونحكي مش على تجربتي الخاصة فقط لكن تجارب اللي تبادلتهم أنا وأمهيت أخرين اللي تعادين بنفس التجربة في نفس المرحلة تقريبا وإلا حتى اللي سبقوني في الحكاية هذية لا يمات لولا ما همش سهلي أنا انا انا مذكروا حي كان نجري يقولولي وأحسن مسيحة أنه كي يرقد البابي ترقد معاه أنا كيف ترقد بنتي ما كونش نجم نرقد ولي هي حاجة كوميون ياسر عن برشا أمهيت حكيولي نفس التجربة متاحهم قال لي مازلت حاجة جديدة مازل بدنك مش فاهم مازل مخك مش مستوعد نقعد نقعد ونتفقد كيف بنتي لبس عليها كيف تتنفس شبه ما تحركتش شبه ما عمت حتى صوت شبه ما فاقتش وما نعرفش اللي في الوقت في البريود اليولانية معناها ترقد عشرين ساعة على أربعة وعشرين وعادي أنها ما تفيقش لازمة كنت تعطيها معناها ترضى حاولة تبدللها ولا حاجة بالوقت بلوز المواء إذنك الحاجة هذيك خليتني منجمش نرقد وبينسيغ التعب يرجع ليك فما تصدير في الابدن فما وجاية فما بلش حاجات إذنك علش برشة يعطيه برشة طبة يعطيه دي زنتين في المتوار وإلا بين كيلرز حاجات بيش تنقص في الوجاع من الحاجات المهمة بيش تتعدى المرحلة هذيك أنه يكون عندك ناس يتعاونك في العادة والعوايد الأم أم الأم وال الحما والمامة والمرا مرأة من العائلة ولا حتى مش من العائلة في بلدين أخرى كيما هوني في أمريكيا يجيبوا دولة مرأة جيت نفسك تتلهاي بيك كل شيء فما شكون يجيوا غيان كه معناها السبورتنك سيستوم هذي يكون غيان كه بشي طيب ولا بشي نظفلك هذي يتخل لك وقت تخل لك جهد وانتي لازمك ترتيح بدك نزال قاعد يستعيد شوية بشوية بشوية في كيفش كان من الحاجات المهمة اللي تلقى عندك شكون يعاونك شكون يجيوبك يهز يهز لك الحاجة يعمل لك الصابون يعمل لك المعون يطيب لك يوكلك خاصة الماكلة مهمة ياسر لاتيزان مهمين ياسر بيانسوح كيما حكي نقبل في البروديكشون بتاع الحليب وهوني اخسارة اللي ساعات فما نسيت تلقى الواحة وحدها ما تلقاش فما ناس يجيب بيها ولا دي موايا مثلا النجم وما يساعدوش مثلا تنجم تكون انتي تسكن بعيد ما تنجم مش تمشي لبنتك ولا منعش اختك ما تنجم ش تجي حاجة هكيكة نحب ننوه هوني الحاجة مهمة اللي في برش أخدم قاعد نشوف ها تتزايد في العالم إن شاء الله تولي أكثر تتزايد في تونس اللي البوز عندو Parental ديف ان كنجي paternal الكنجي هده يكون كل كل انترپриз ولا كل انتتي يكون جي كيف اشتاتي ساعات يكون عشرا يم ساعات يكون جمعتين ساعات يكون ثلاثة شهر وفهم حتى يكون يوصل ستة شهر انتي وال الورجنز وال الانترپриз الكمпاني اللي هو بيانسور هده مش الناس الكل متاح فماش يخذوا الكون جيم تاح عم العادي وفماش كون عندهم الوبرتوني هده مهم يصير الفترة اللي البو يكون موجود متواجد بش اولا معناها يساهم في الجستيون بتاع الاترومان هده بتاع البابي كيف نتعامل معاه طوب بش يكون الرابط هذك بين البو وصغيره مهم زيدة انه يكون متواجد للمعناها سوبر مغال للأم من الحاجات اللي معناها اللي تقلق في البلشة انسية تكون ويلدة جديدة تتقلق من مثلا البواب بتاع الجروسس مازال ما بشيش تتقلق معناها اسمها ديبريسيون هي اكتئاب بعد الولادة فتتتقلق من برشا حاجات انكسيت برشا حاجات معناها تخرج ساعات طاقة سلبية لازم دي ما تلقى شكون تحكي معاه لازم شكون يقف معاك اي سخطوء ما ننساوش اللي قلة النوم تأثر ياسر على الحكاية هذي والتكسير في النوم على خاطر الصغير في اللول ما فماش نهار وليل يقوم في الليل برشا مرات في النهار برشا مرات وهكذا دا وليك وانتي شو بشتعمل بشتلقى روحك كأم ملزوزة ما تنجنش ما تقومش لصغيرك ساعات فم مشكون معناها قتلي يعملو كما شفت ليلة هي تفيق للبيبي وليلة رجلها يفيق ما نرجع نقولو مش ديما متاح على الحكاية هذي صغيرتو كي يبدال البو ما عندوش القانجي باترنام ملغوز ما من الحاجات اللي يقولو هالك في النفاس رد بالك لك تحزن يأثر على البروديكسون بتاع الحليب سا سي فري لازمك ديما ترد بالك ديما نايفسة ولا الام جديدة اللي تردع ديما يردوا بالهم في الأخبار اللي تقولو هالها وغيرها ساعات ويق ساعات مش تلقى روحك نسيت برش حاجات مش تلقى روحك بلاستك في مهدة في خدمتك صغيرتو كان رجعت الخدمة بعد شهر شهرين مش تلقى روحك فما شكون معناها لعب لك على خدمتك فما شكون خذي لك بيروك فما هذو ما حاجات صارت معناها قالوا هم لي ولي هيدا الكل معناها نرجو وقولو الأم ولا المراك مشيت ولدتو نفس راهي ما متتش راهي نزلت موجودة ككيين ولي كان قبل مزل بش يكمل لكن بطريقة أخرى مش سهل أن نتأقلمو بطبيعة مع جيد شخص جديد معمل علينا 100% كل شي تكون أنت المزودة متاعه للصغير هذية ملحاجات اللي هي اللي أنت تحاول تخلق جو لروحك مش عارفة فما شكون قتلي أنا نحب نولي حتى معناها دوب ما بدايت بنتي تكبر بشوية بشوية نولي نغني حتى كان ما هي تفن في حط شي ومزال يدوب معناها تحل عينها وكل شي نغني لها ونحب نعم الجو ونحب نتفرج في التلفزة ونحب هذي صارت لي هنا زادة ونحب في التلفزة برشة برشة تلقى دي ما تخلق حاجة جديدة قبل خمامتنا قلت اسمع في المتير نتير لنقرأ برشة كتب بش ريت قف كتب بش نقرأ برشة كتب بش نعمل بش نعمل لك زمان هذا وانا قاعد منيش نخدم انترطان معناها نعمل لك زمان هذا تلقى روحكم ما تنجم معناها هي دوب تنجم تمشي تعمل ماكلتك مثلا ولا حاجة هكاية ولا بيان سوق تحذر تجبط للحليب للبي حاجة هكاية دونك ماهوش سهل ستنغيت اللي لازم بشوية بشوية في الفترة الولانية تركز فيه يمكن هذا يخليك تتخطى شوية مراحل الاكتئاب الاكتئاب تبدل مكشفه ما بدنك مكشفه ما لازم من متاعك فما حاجات امراض تجيك فما تصير في بدنك كما قلنا وجايع فما غرز من العملية ولا من غيره حاجات روتين جديد لازمو يتخلق بشوية بشوية تبدأ بشوية مراحل هما من هذين دولانين تبدأ بشوية بشوية تعود روحك على المراحل هذيك فما شكون قتلي انا بعد جماعتين رجعت نعم في سبور نحب نضعاف ونحب نتلهي بدني فما تكون قتلي لأ انا ما عادش نحب نعمل حد شاي ما عاش نحب نخرج جملة من الدار ما عاش تحب تخرج ما ننصح شباها ننصح اللي ديما تخرج حتى نصيف ساعة تبدل الجو وتشوف لهوة تشوف الدنيا الطبيعة ولا ما تشوف حتى كان معناها نقول لأ لا يضيف حتى حد عند النفس ما رهو لعبات تجي تأخ كلمة وتعطي كلمة تتفره شوية هذي كحاجة به مفاها بس كان عندك صحبات يطلو عليك أصحاب يطلو عليك عائلة بيان سور رهو كان تتقلق من حاجة ما لازم تخلي في قلبك تأثر عليك حاول تأخ دي كلمة معناها دي تزان اتو بيش تهدي روحك معناها تخمم فيش نو النجم تعمل دي اكتيفيت وإلا حاجات مثلا مش عارفة فما شكون قتلي انا وقتها وديت نخمم نعمل البون فوتول البنت وهي مزير بيبي بشوية بشوية دونك لي مت تتعدى وفيسا ما يكبر صغار مش بالسهل بيان شور دي ما نقول راه مش بالسهل راه في الفترة هذي كال ال كوميونيوتا عندها دور كبير بش تكون ام ناج حال لازم تكون انتي بالك مرتاح تعرف كيف شنو ولي يلزم تعمل تبدأ روتينا متاعك تعمل على عائلتك على صحاب تعمل عليم حتى راه تاخو كلمة وتعطي كلمة سي تخز important فما حاجة دي ما معنا هاي الانتراج متاعنا الى فيت العباد اللي قولك لي بيبي عندها بيبي وكل شي ما نقلقوه وكل شي بيبي عندما كأم مثال هز تليفون واسئل على فلان ولا فلتان تبدل انتي الجو وتشوف الاخبار متاع الدنيا شنو فما شنو ما فميش شنو جديد في الخدمة بيش بعد كي ترجع ما تبدأ فهم بلوتو شنو صايل دونك حاجة هكيكة احكيو في اللي فوروم اللي فوروم مجعودين لحاجة هذي معناها بش نفرثو نحكيو وناخلي ونعطي وراي انا الحقيقة لجروب متاع الفيل اللي انا عايش فيها تاع الكارتية بلوتو كان يصر معناها very supportive عاونوني برش دزيدي مني تلقى مش عارف معناها دبش متاع البيبي مني تلقى حاجة دزاك سواغ اللي يلزمك تخوهم بعد معناها على كل ما تكبرو كل شي هدوما هدوما الحاجات اللي خليتني نتجاوز شوية معناها اكتئاب ما بعد الولادة بيانسير ما نتجاوزوهش في ساة في ساة ماهوش سهل حاجة صعيبة يسر وقبل ما نوفى نحب نقول المرة جاية بش نحكي كيفاش بديتنا نتحضر نفسنا الاكتئاب ما بعد الولادة من اللي انا انصنت ما نحبش نزيد نطول عليكم دي ما نحب الحلقات يكون وقصار هذه كانت حلقة اخرى على مرحلة ما بعد الولادة ما تنساوش مهم يسر مهم يسر أن نحكيه مع الكوميونيوتين متاعنا مع صحابنا مع عائلتنا مع الأحباد مع الوقتنا مع الوقتنا مع الوقتنا متاعنا مهم يسر يخف عليك ويخف عليك لحمل مثال الشيء الكل نتعدينا بها مش الكل نتعدينا بها معناها عادي ليه راهو حاجة عظيمة ياسر اللي عملتها لمرأة انها خلقت انسان ومزلت موجودة معناها انسان كامل يخرج من بدنك ومزلت موجودة ومزلت تحاول تتواجد راهو عادي حاجات تتبدل في الدنة راهو الشعار يتيح مش عارف اشنا ويصير البوساش مش منع الشاشنية هذكم الكل دي ما عندهم ادويات احكيوا مع طبيبكم ولا طبيبتكم كي تمشيوا في اللي كنترول سي تري تري زينفورطان انكم تقعدوا تقيسوا وتتبعوا مع اخصائي والاخصائية في حكاية اكتئاب ما بعد الولادة وإلا على قل احكيوا مع عبد قريب لكم باش ما تتعبوش وتأثر هذيك على نفسيتك وتأثر على صغيرك بانسور وللانطراج العائلة المقربة لك ان شاء الله نتقابلوا مرة اخرى في حلقة جديدة اي ما تنسيوش دي ما تتبعوا كان عندكم اسألكي العادة ابعثولي معناها نفرح كي نشوف تجاوبكم مع البودكاست كما قلت لكم هذه معناها تجربتي الخاصة وتجارب صديقاتي ونفرح يا سلكي تشاركوني تجاربكم وتسألوني وانا نسأل ونجاوب معناها ونلوجلكم على الاجوبة هذية ونطلقها في حلقة قادمة بي بي موسيقى اشتركوا في القناة